بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى موضوع match money few little للصف السادس الإعدادي وهذا الموضوع موجود في يونت 1 lesson 5 page 13 صفحة 13 of the activity book من كتاب النشاط match money معناها كثير والlittle few معناها قليل match little يأتيان مع الأسماء الغير معدودة وهي الأسماء التي لا يمكن جمعها بإضافة S وهذه جميع الأسماء هي غير معدودة لا تعاد ولا نضيف لها S ومن الأسماء الغير معدودة هي water معناها ماء وفروت معناها فاكهة فود معناها طعام جوز معناها عصير تي شاي كافي معناها قهوة اكسرسايز معناها تمرين سليب ينام ماني نقود تايم معناها وقت وارك عمل سبيس فضاء أو فراغ فهذه هي الأسماء الغير معدودة التي لا تضاف لها S أو E S وتأتي مع match والlittle لدينا ملاحظة مهمة هي time ذكرناها قبل قليل بأنها من الأسماء الغير معدودة وقد تأتي معدودة وقد تأتي غير معدود إذا جاء بمعنى وقت فهو غير معدود يعني إذا جاء time بمعنى وقت حسب معنى الجملة طبعا فنعتبرها غير معدود وإذا جاء بمعنى مرة فهو معدود ويكون منتهي بS فعندما اللاحظ time بأنها منتهي بS فهي عدل مرات فيكون معناها معدود وإذا بدون S فهو غير معدود وأيضا لدينا exercise تمرين أيضا قد يأتي معدود وغير معدود إذا جاء به S فهو معدود وإذا بدون S فهو غير معدود أما many few يأتيان مع الأسماء المعدودة وهي الأسماء التي يمكن عدها بإضافة S أو الشواذ يعني مثلا إذا لاحظنا كلمة به S فهي جمع وأيضا الأسماء الشاذة هي الجمع الشاذة هي مثلا person شخص معناها الجمع ما التي يكون people أشخاص من الرجل من رجال ومن امرأة ومن نساء وهؤلاء جميعهم يعتبرون جمع شاذ لا نضيف لهم S وأيضا لدينا foot feet يعني foot قدم وفيت أقدام tooth, sin, teeth, أسنان child, ولد, children, أولاد أيضا هؤلاء جمع شاذ لا نضيف لهم S أو E S وإنما يجمعون بتغيير الكلمة يعني double O مثلا غيرناها إلى double E الحالة الأولى إذا جاءت الجملة مثبتة يعني مثبتة هي الجملة مثبتة هي الجملة الغير من فيه لا توجد فيها not فإذا جاءت الجملة مثبتة نختار أما few or little وفيو نختارها إذا جاء بعدها اسم معدود ولتل نختارها إذا جاء بعدها اسم غير معدود يعني إذا جاءت الجملة مثبتة فلدينا اختيارين أما few or little فيو نختارها إذا جاء بعدها اسم معدود ولتل نختارها إذا جاء بعدها اسم غير معدود لدينا مثال هنا أنت تحتاج أن تنتظر دقائق فهنا الجملة كمان لاحظها بأنها مثبتة ليست من في لا يوجد فيها إذن نختار أما فيو أو لتر ونلاحظ بعض الفراغ بأنه منتز دقائق معدود إذن إذا معدود نختار فيو لأنه نختارها إذا جاء بعدها اسم معدود فنكتب فيو وطبعا قبل فيو أي وقبل لتل أيضا نضع أي فنكتب فيو أنت تحتاج أن تنتظر دقائق قليلة وهنا لدينا أيضا جملة أخرى هناك فقط أصير البرتقال في الزجاجة أو في القنينة فهنا ننظر للجملة بأنها جملة مثبتة وغير من في لا يوجد فيها فالجملة مثبتة إذا كانت جملة مثبتة نختار أما فيو أو اللتل فنلاحظ بعض الفراغ إذا كان معدود اللي بعد الفراغ نختار فيو وإذا كان غير معدود فنختار لتل فهنا ننظر إلى أورنج جوز ليس فقط أورنج أورنج برتقال ولكن هنا ننظر إلى البعدة أورنج جوز هنا عصير البرتقال فعصير البرتقال هنا غير معدود عصير لا يعد إذن نختار اللتل هناك فقط القليل من عصير البرتقال في القنينة إذن نختار اللتل لأنه البعدة غير معدود there is only a little الحال الثانية إذا كانت الجملة منفية وماذا نقصد بالجملة منفية يعني فيها not فإذا كانت الجملة منفية فنختار أما many or match وكيف نختار many or match many نختارها إذا جاء بعدها اسم معدود وماتش نختارها إذا جاء بعدها اسم غير معدود فهنا أخذنا النوع الثاني النوع الأول كان إذا كانت الجملة مثبتة فنختار a few or a little وحسب إذا جاء بعد الفراغ اسم معدود فنختار a few وإذا جاء اسم غير معدود نختار a little وأيضاً هنا إذا كانت الجملة منفية إذا كان بعد الفراغ اسم معدود نختار many وإذا كان بعد الفراغ اسم غير معدود نختار much هنا دينا مثال the resent space لا يوجد يعني فراغ space معناها فراغ أو فضاء وهي من الإسماء الغير معدودة فعندما ألاحظ لي الجملة بأنها جملة منفية the resent بها not هنا الجملة منفية إذا إذا كانت الجملة منفية نختار many or much فحسب بعد الفراغ بعد الفراغ هو space غير معدود إذا نختار much لأن much نختارها إذا جاء بعدها اسم غير معدود إذا نختار much there isn't much space لا يوجد هناك الكثير من الفراغ إذا نكتب much أيضاً لدينا جملة أخرى there weren't people at the meeting يعني لم يكن هناك ناس في المقابلة there weren't فنلاحظ لي الجملة نلاحظ بالجملة بأنها منفية فيها not إذا إذا كانت الجملة منفية نختار أما much or money وحسب الاسم اللي بعدهم بعد الفراغ people هو جمع جمع شاذ people إذا اسم معدود فنختار many لأنه إذا جاء بعدها اسم معدود نختار many إذا نكتب many there weren't many people at the meeting والحالة الثالثة إذا كانت الجملة استفهامية يعني ماذا نقصد بالجملة الاستفهامية يكون بدايتها أدوات الاستفهام أو الأفعال المساعدة ويكون بالنهاية علامة السؤال إذا كانت الجملة استفهامية فننظر قبل الفراغ وليس بعد الفراغ قبل الفراغ إذا وجدنا how فنختار many or much لأنه how لا تأتي مع few ولتل فقط تأتي مع many or much وطبعا نلاحظ بعد الفراغ إذا كان اسم معدود نختار many وإذا غير معدود نختار much يعني إذا شاهدنا قبل الفراغ how فنختار أما many or much ونلاحظ بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ اسم معدود نختار many وإذا اسم غير معدود نختار much وإذا لم نجد how قبل الفراغ وكانت الجملة استفهامية فنختار أما few or little وفيو نختارها إذا كان بعد الفراغ اسم معدود ولتل نختارها إذا كان بعد الفراغ اسم غير معدود يعني إذا كانت الجملة استفهامية وكان قبل الفراغ how فنختار أما many or much ومني نختارها إذا كان بعد الفراغ اسم معدود وماتش إذا كان بعد الفراغ اسم غير معدود وأيضا إذا لم نجد هاو قبل الفراغ فنختار أما few or little وفيو نختاره إذا كان بعد الفراغ اسم معدود وليتل نختاره إذا كان بعد الفراغ اسم غير معدود هنا نهايتها علامة السؤال وجملة استفهامية وبدايتها هاو وهذه تنطبق على الحالة الثالثة إذا كانت جملة استفهامية وبالبداية قبل الفراغ يوجد هاو وبعدها علامة السؤال فنختار أما many or match وطبعا اختيارنا لي money وماتش حسب اللي بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ اسم معدود فهنا apples اسم معدود فنختار money وإذا غير معدود فنختار much فهنا نختار money لأنه بعد الفراغ اسم معدود إذا نقول how many apples do we need فنكتب money ولدينا مثال آخر how exercise does he take a week يعني كم التمارين هو يأخذ في الأسبوع فهنا ننظر إلى الجملة هي استفهامية إذا كانت جملة استفهامية إذا الجملة استفهامية وجدنا how في بداية الجملة فنختار أما many or much وإذا لم نجد how نختار few أو little فهنا وجدنا how إذا نختار many or much ومچ ومني نختارها حسب البعض الفراغ هنا exercise تأتي معدود وغير معدود إذن تأتي مع much وتأتي مع money ولكن إذا كان بها اس فمعناه هي معدود وإذا كانت بدون اس فهي غير معدودة إذن هنا هي بدون اس فإذن هي غير معدودة فنختار much فنكتب much how much exercise does he take a week ولدينا جملة أخرى أيضا can you lend me a money can you lend me ولدينا فراغ money تستطيع أن تقرضني نقود فهنا نلاحظ بأنه الجملة استفهامية نهاية علامة السؤال question mark إذن جملة استفهامية والنقطة الثالث تقول إذا كانت جملة استفهامية فإذا وجدنا how قبل الفراغ نختار أما money or much وإذا لم نجد how فنختار few little هنا لم نجد how لا توجد في البداية قبل الفراغ how إذن نختار أما few or little few تأتي مع المعدود والlittle مع الغير معدود إذن can you lend me وفراغ money نلاحظ بعض الفراغ بأنه money نقود هي غير معدودة إذن نختار little a little فنقول can you lend me a little money can you lend me a little money تستطيع أن تقرضني القليل من النقود لدينا ملاحظة مهمة إذا جاءت جملة مبدوئة بhow money يعني بالبداية كانت how money فنختار في الجواب a few إذا جاءت جملة بدايتها how money وبعدها يعني طبعا علامة السؤال وبعدها جواب ففي الجواب نختار a few لأنه a few دائما تأتي مع money يعني الثانياتهم للمعدود فإذا جاءت جملة بدايتها how money وعلامة السؤال وبعدها جواب ففي الجواب نختار a few أيضا ملاحظة أخرى إذا جاءت جملة مبدوئة بhow much فنختار في الجواب little لأنه دائما ماش تأتي مع little لأنه الثانياتهم لغير المعدود فإذا جاءت جملة بدايتها how much وعلامة سؤال وبعدها في الجواب يطلبنا أما little or a few أما little أو a few فنختار a little لدينا هنا جملة how much money have you got left فالجملة بدايتها how much وبعدها علامة سؤال وبعدها جواب just يعني فقط ولدينا أما اختيارا a few or a little فكما قلنا بالقاعدة إذا كانت بداية جملة how much ففي الجواب نختار a little إذا نختار a little just a little فقط القليل how much money have you got left يعني كم باقي لديك من المال أو كم لديك من المال المتبقي just a little just a little معناها فقط قليلا هذه كانت قاعدة استخدام many few وmuch little والآن سوف نبدأ بحل التمارين الخاصة بهذا الموضوع لدينا التمارين الأول الموجود في unit 1 lesson 5 page 13 صفحة 13 of the activity book من كتاب النشاط activity c complete the questions with much or money يعني أكمل الأسئلة باستخدام much or money وكما نلاحظ في هذا التمارين بأنه جميع الجمل هي استفهامية نهايتها question mark علامة السؤال وتقول القاعدة إذا كانت الجملة استفهامية فننظر قبل الفراغ قبل الفراغ إذا وجدنا how فنختار أما much or money وطبعا نختيار much or money حسب الاسم البعد الفراغ إذا كان معدود money وإذا كان غير معدود much وإذا لم نجد how فنختار أما few or little وإذن حسب اللي بعد الفراغ نختار few or little few نختارها إذا كان بعد الفراغ اسم معدود ونختار little إذا كان اسم غير معدود بعد الفراغ number one how food do we need to bring to the picnic يعني كم كمية الطعام نحتاجها لكي نجلبها إلى النزهة بداية الفراغ وبعد الفراغ لدينا اسم فإلا لاحظة الاسم بعد الفراغ food هي طعام اسم غير معدود إذا نختار much لأنه much تأتي مع الاسم الغير معدود number two how apples do we need يعني كم التفاحات نحتاج فبعد الفراغ هنا لدينا apples اسم معدود إذا نختار money number three how meals do you eat a day يعني كم وجبات تأكلها في اليوم هنا لدينا بعد الفراغ meals وجبات به اس إذا هو اسم معدود إذا نختار money لأنه money تأتي مع الاسم المعدود number four how sleep did you get last night كم النوم الذي حصلت عليه الليلة الماضية أو كم نمتاء الليلة الماضية هنا لدينا بعد الفراغ sleep sleep يا نام هو من الأسماء الغير معدودة كما ذكرناه في الفيديو فتأتي مع much لأنه much يأتي مع الاسماء الغير معدودة number five how exercise does he take a week كم تمرين يعني هو يعمل في الأسبوع فهنا دينا بعد الفراغ exercise كما قلنا بأنه تأتي معدودة وغير معدودة إذا جاء بها s فهي معدودة وإذا لم يأتي بها s فهي غير معدودة إذن هنا exercise بدون s فهي غير معدود إذن تأتي مع much how much number six how hours sleep did you get the night before كم ساعات النوم التي حصلت عليها فهنا hours هنا ساعات هي اسم معدود إذن نختار مني لأنه مني تأتي مع الاسم المعدود number seven how time do you spend on your homework كم الوقت الذي تقضي في الواجب البيتي فهنا دينا time كما قلنا time تأتي معدود وغير معدودة إذا جاء بمعنى وقت فهو غير معدود وإذا جاء بمعنى مرة فهو معدود كم الوقت فهنا من معنى الجملة كم الوقت الذي تقضي في عمل الواجب البيتي إذن هنا معناها وقت ولم يأتي فيها اس إذن هي غير معدودة إذن نختار match how much time do you spend on your homework number eight how times a week do you wash your hair يعني كم مرة بالأسبوع أنت تخسل شعرك إذا هنا جاءت times هنا بها اس بمعنى مرات كم عدد المرات التي يعني كم مرة في الأسبوع أنت تخسل شعرك إذن هنا جاءت بمعنى مرة وفيها اس إذن اسم معدود إذن نختار many how many times a week do you wash your hair إذن إذا جاءت time بها اس فهي معدودة وإذا لم يأتي بها اس فهي غير معدود وآن لدينا التمرير الآخر الموجود في نفس الصفحة activity D can read the sentences with a few or a little يعني أكمل الجمل باختيار أما a few or a little وكما قلنا بأنه a few و a little تأتي مع الجملة المثبتة وفيها اسم المعدود و a little مع الاسم الغير المعدود وأيضا قد تأتي a few or a little مع الجملة الاستفهامية إذا كان بداية لم يوجد how number one there were only people at the party هناك فقط يعني الناس في الحفلة فهنا نلاحظ الجملة مثبتة فإذا نختار إذا جملة مثبتة نختار أما a few or a little ونلاحظ بعض الفراغ بعض الفراغ جمع people جمع شاذ إذن اسم معدود إذن اسم معدود إذن نختار a few لأنه a few تأتي مع الاسم المعدود number two I've got work to finish so can you wait a minute أنا دي عمل يعني لأنه تستطيع أن تنتظر دقيقة فهنا نلاحظ بأنه الجملة مثبتة هنا الجملة مثبتة إذن نختار أما a few or a little ونلاحظ بعض الفراغ بعض الفراغ هنا work وكما قلنا هي من الاسماء الغير معدودة إذن نختار a little لأنه a little تأتي مع الاسماء الغير معدودة number three you'll have to wait minutes أنت تحتاج أن تنتظر دقائق أيضا الجملة هنا مثبتة يعني لا يوجد فيها not إذن نختار أما a few or a little ونلاحظ بعض الفراغ minutes دقائق بها S إذن هي اسم معدود إذن نختار a few لأنه a few تأتي مع الاسم المعدود number four there's only orange juice left in the bottle هكي فقط يعني قليل من عصير برتقال بقي في الزجاجة بقي في الزجاجة فهنا نلاحظ بأنه الجملة مثبتة إذن إذا الجملة مثبتة نختار a few or a little ونلاحظ بعد الفراغ بعد الفراغ لدينا orange juice يعني عصير البرتقال لا ننظر فقط orange وإنما orange juice لأنه عصير البرتقال وعصير البرتقال هو يعني غير معدود إذن نختار a little لأنه تأتي مع الاسم الغير معدود number five how much money have you got left كم كمية النقوط التي بقيت لديك just وفراغ هنا في هذه الجملة اللاحظ لدينا ملاحظة كما قلنا وذكرتها في الفيديو بأنه إذا جاءت جملة مبدوعة by how much فنختار في الجواب a little وإذا جاءت جملة مبدوعة by how many فنختار في الجواب a few فهنا لدينا جملة جملة استفامية هنا علامة السؤال وبداية how much وبعدها جواب فيطلب منا أما نضع a little or a few فهنا في الجواب نضع a little لأنه تأتي مع how much لأنه much و little يأتيان مع الاسم الغير معدود number six I've met her times يعني أنا التقيت بها مرات فهنا ندينا جملة مثبتة إذا نختار a few or a little ونلاحظ بعد الفراغ times بها is إذا اسم معدود حقيبتك في السياة هناك يعني لا زال هناك بعض الفراغ لا زال هناك مجال فهنا نلاحظ بأنه الجملة مثبتة إذا نختار a little or a few فهنا نلاحظ بعض الفراغ من الاسماء الغير معدودة إذا نختار a little number eight we need more oranges نحن نحتاج بارتقال أكثر فهنا نلاحظ بعض الفراغ oranges oranges يعني معدود إذا نختار a few oranges فنختار a few لأنها تأتي مع الاسماء المعدودة وأيضا لدينا تمرين آخر عن هذا الموضوع والموجود في كتاب النشاط يعني أكمل الجمل باستخدام أمام much many few or little number one hurry up يعني عجل أو أسرع لا يوجد وقت قبل أن يصل الباص نلاحظ بأنه الجملة منفية isn't الجملة منفية إذا كانت الجملة منفية فنختار much or money لا نختار few or little مع الجملة المنفية فقط much or money إذن نلاحظ بعض الفراغ بعض الفراغ time time هو من الأسماء الغير معدود لأنه لا يوجد فيه s وإذا وجد فيه s فهو اسم معدود فهنا غير معدود إذن نختار much there isn't much time لا يوجد هناك الكثير من الوقت قبل أن يصل الباص number two can you lend me money تصطيع أن تقرض نقود I've left my purse at home أنا يعني تركت محفظتي في البيت فهنا نلاحظ بأنه الجملة الجملة فيه الفراغ هي جملة استفهامية وإذا كانت الجملة استفهامية فننظر قبل الفراغ إذا كان موجود how فنختار money or much إذا لم نجد how فنختار little or a few فهنا لا يوجد how في بداية الجملة فنختار a few or little فنلاحظ بعد الفراغ money نقود هي غير معدود إذا نختار little a little number three how times do I have to tell you my phone number why can't you remember it لماذا أنت لا تتذكره يعني هنا معناها كم مرة أخبرك رقم هاتفي أو رقم تلفوني هنا ننظر إلى الجملة الجملة لاحظ بأن استفهامية نهاية علامة السؤال إذا إذا كانت الجملة الاستفهامية ننظر قبل الفراغ إذا كان موجود how فنختار much or money وإذا لم نجد how فنختار little or of you فهنا لدينا بداية الجملة how إذا نختار many or much ونلاحظ بعض الفراغ بعض الفراغ هنا times في s إذا جاءت هنا اسم معدود معناها مرات إذن نختار many لأنه many تأتي مع الاسم المعدود نحن نحتاج أكثر فاكه أكثر النزل تستطيع أن تشتري رجاء فهنا نلاحظ بأنه الجملة مثبتة وإذا كانت الجملة مثبتة فنختار a few or a little فنلاحظ بعض الفراغ هنا more fruit معناها أكثر نلاحظ على كلمة fruit fruit فاكه اسم غير معدود إذن نختار معه little لأنه little تأتي مع الاسم الغير معدود number five I don't think I can fit in that parking place أنا لا أعتقد أنني أستطيع أن أضع في موقف سيارات ذلك there isn't space فهنا نلاحظ بأنه الجملة there isn't اللي بيها الفراغ طبعا نلاحظ الجملة بها الفراغ نلاحظ بأنه الجملة منفية وإذا كانت الجملة منفية فنختار أمام much or money ونلاحظ بعد الفراغ بأنه space هو من الأسماء الغير معدودة فضاء أو مجال إذن نختار match لأنه match تأتي مع الأسماء الغير معدودة number six there weren't people of the meeting لم يكن هناك ناس في المقابلة I think white had left early يعني أنا أعتقد تماما غادر مبكرا فنلاحظ هنا الجملة منفية ومع الجملة المنفية نختار أمام much or money ونلاحظ بعض الفراغ بأنه people اسم جمع إذن اسم معدود جمع شاذ إذن نختار money there weren't many people of the meeting أما الفراغ الآخر I think white had left early أنا أعتقد القليل غادر مبكرا فهلا نلاحظ بهذه الجملة مثبتة وإذا كانت الجملة مثبتة فنختار أما a few or a little ونختار نلاحظ بعض الفراغ had left early يعني غادروا مبكرا من هم الذي غادروا ومبكرهم الناس يعني تعود على الناس people على الجمع على الناس جمع إذن نختار إذن نختار a few لأنه a few تأتي مع الاسم جمع ترجمة نانسي قنقر